التساع صباحا بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جريتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعابلين بالقطاع الحكومي كما وجه رئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالاهتمام بكافة تفاصيل مشروع التجل الأعظم بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين وخلال الاجتماع تابع رئيس السيسي كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضري اللائق للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون ومنطقة مثلث مسبيرو إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود تنصيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفية لملف توفير السلع وإتاحتها للمواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين هذا وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه خلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته تم الإفراج عن بضائع بقيمة نحو خمسة مليارات دولار من الموانئ من إجمالي بضائع قيمتها نحو أربعة عشر مليار دولار موجودة بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع تنظم تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالون النقاشي بعنوان العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني هذا ويناقش صالون تنسقية شباب الأحزاب عددا من المحاور أبرزها كيف سهمت الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة ومطالب العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد قالت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاثة عسكريين قتلوا نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساراتوب روسية وأضفت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط الطائرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوب مشيرة إلى أنه نتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود روس من الطاقم الفني كانوا في المطار بجروح قاتلة وأضفت الوزارة أن معدات الطيران لم تتضرر قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دماتري مدفيديف إن العالم على شف حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية وأكد مدفيديف أن موسكو ستبدل قصارى جهدها لمنع هذه الحرب وتلك الكارثة مشيرا إلى أنه إذا لم تحصل روسيا على ضمانات تناسبها فسيستمر التوتر إلى أجل غير مسمى أعلن حلف شمال الأطلسية النيتو أن رصاصا أطلق بالقرب من دورية تابعة للحلف في الجزء الشمالي من كوسوفو وقالت بعثة الحلف في بيان لها أن أحدا لم يصب بأذن جراء إطلاق النار في الجزء الشمالي حيث يقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من بشتينا من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توطرات في الأشهر الأخيرة لقي واحد وثلاثون أمريكيا مصرعهم جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام شرق الولايات المتحدة وتسببت العاصفة الثلجية بمحاصرة بعض المدن الأمريكية مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى البناطق شديدة التضرر وقالت السلطات الأمريكية أن الثلوجة وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام أمام أبواب المنازل بالإضافة لانقطاع الطيار الكهربائي ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددتان للحياة نهاية موجز التساعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل